وخلال أعمال ملتقى الحوار أو البحرين للحوار أعلن عن إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي للتأكيد على نهج جلالة الملك المعظم لإشاعة التعايش في المجتمعات وتأتي هذه الجائزة للتأكيد على أهمية الحوار والتفاهم والتعاون المشترك بين الدول وإيصال رسالة جلالة الملك المعظم من تعايش وسلام للعالم أجمع لدعم كافة جهود الخير والسلام والتقارب بين كل البشر دون تميز أعلنت مملكة البحرين إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي للتأكيد على أهمية الحوار والتفاهم والتعاون المشترك بين الدول التي دعت إليها الأديان السماوية وتنظمه القوانين الدولية من أجل رفعة الأمم والشعوب وقد جاء ذلك خلال أعمال ملتقى البحرين للحوار والذي جاء بتنظيم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومجلس حكماء المسلمين والمجلس الأعلى للشيون الإسلامية بمشاركة عدد من الشخصيات الفكرية البارزة وممثلي الأديان من مختلف دول العالم هذه الجائزة هي واحدة من عدة مبادرات انطلقت من أرض تؤمن بأهمية نشر ثقافة السلام والحوار والتعايش السلمي وتؤكد نهج جلالة الملك المعظم لنشر القيم الإنسانية القائمة على مبدأ الحوار والتقارب بين الجميع كما ستحمل هذه الجائزة رسالتها النبيلة لتبثها في العالم كله من تعايش وسلام مصافحة كل الجهود الدولية انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية هذه الرسالة ليعمى الخير أرجاء المعمورة هذا وتحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى عالميا من حيث دور العبادة وكانت ملتقا لجميع الحضارات والثقافات على مد العصور بجغرافيتها المتميزة وموقعها الاستراتيجي الهام مما جعل أهلها منفتحين على التعاطي البناء مع مختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات والأفكار فالمملكة حملت بقيادة جلالة الملك المعظم رسالة التعايش وسلام بكل إيمان ووفاء لتكون منارة لهذه القيم النبيلة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين